السلام عليكم اهلا بكم انا محمد حمودة وفي الفيديو ده هنتكلم عن مشكلة يمكن بتقابل اغلب الناس اللي بتشتغل على ورد بريس وخاصة وهي بتستخدم وهي المساحة البيضة اللي بتبقى في الجنب دي زي ما احنا شايفين هنا كده وبيبقى في كده اللي هو شمال ويمين الويب سايت ما بيبقاش مزبوط في النص طيب ازاي نحل المشكلة دي بمنتهى البساطة تعالوا بروح نشوف مع بعض فتحنا الويب سايت دلوقتي قدامنا وهنيجي طبعا على الكمبيوتر هو ما فيش مشكلة زي ما احنا شايفين ولكن تعالوا نشوف سوى على لو عجبنا الانسبكت هنفتح الانسبكت كنترول نفتحها مع بعض تاني وهنيجي على هنلاحظ المسافة البيضة اللي احنا شايفينها دي ولو اتحركنا بالموز هتتزبط زي ما احنا شايفين كده طيب ازاي اعرف المشكلة دي فين وهلها ازاي تعالوا نبص مع بعض كده هنبدأ نمشي على في الويب سايت بتاعنا او على سكشن سكشن هلاقي عندي هنا ده مزبوط ده برضو مزبوط على سكشن كامل ده مزبوط كله تحت بعضه ده نفس الموضوع طيب نيجي تاني تحت تحت تاني ده مزبوط ده تمام هاجي هنا كده هبص هلاقي عندي ده او او العمود ده خارج برا عن العادي يبقى انا كده عرفت تحدد المشكلة بتاعتي فين طيب ده كده في حاجة تانية فيها مشكلة لأ كله تمام كله مزبوط هي المشكلة عندي في الجزء ده هروح بمنتهى البساطة على هعمل هفتح للمنتور واجي عند المنطقة اللي احنا لقينا فيها المشكلة اهي زي ما احنا شايفين وهحدد السكشن كله على بعضه وهاجي في التنسيقات او في ستايل وهاجي عند التدفق الجانبي وهقول له مخفي التدفق الجانبي او بالانجليش هتبقى هنا كده التدفق الجانبي دي هتبقى هنعمل لها مخفي او ونقول له معاينة عملت معاينة وهنيجي نحرك بالماوس مفيش اي مشكلة الصورة عندنا كاملة زي ما احنا شايفين وهنا كده هنلاقي الصورة اللي كان فيها مشكلة او اللي في مشكلة بقى ماشي بنفس السيستم العادي بتاعنا خالص وبكده اللي بقى عرفنا ازاي نحل المشكلة الخاصة بالجانب الابيض اللي بيزهر واحنا شغالين على اشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة